لم تكن الضغوط التي مورست على وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ريمة خلف وأجبرتها على الاستقالة الضغوط الأولى التي تمارس ضد مسؤول أممي بسبب جرائم الاحتلال الصهيوني وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن مدى خنوع الأمم المتحدة للكيان الصهيوني ودول حليفة له تساؤلات عديدة عن مدى مصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الملفات المرتبطة بجرائم الاحتلال الصهيوني طرحتها الاستقالة التي تقدمت بها الأمينة التنفيذية للأسكواري مخلف بعد رفضها للضغوط التي مارسها عليها الأمين العام الأمم المتحدة أنطوني جوتيريس لسحب تقرير الأسكوار الخاص بجرائم وعنصرية الكيان الصهيوني المسؤولة الأممية أكدت أن من واجبها أن لا تكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة وأصرت على كل استنتاجات التقرير التي قالت أن أي من المسؤولين الصهاينة لا يستطيع إنكارها مشددة في الوقت ذاته على أن من قام بإعداد التقرير الذي يمثل أمم المتحدة مختصون لهم باع طويل في هذا الأمر كما أكدت خلف أن الأمينة العام للأمم المتحدة طلب منها خلال شهرين سحب تقريرين يتعلقان بجرائم الاحتلال الصهيوني نتيجة للضغوط التي تمارس عليه من قبل الكيان الصهيوني ودول أخرى حليفة له ولعل من شبه المؤكد أن الضغط الذي مورس على ريمة خلف يمثل جزءا يسيرا من ضغوط أخرى مورست على مسؤولين أمميين آخرين أجبروا على تغيير تقاريرهم أو مواقفهم بسبب ضغوط عليهم أو على الأمين العام الحالي أو الأمناء السابقين من أجل تبيض صفحة الكيان الصهيوني السوداء والدفاع عن جرائمه التي لا تنتهي ضد الأطفال والنساء والمدنيين وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني على مدى ستة عقود منذ نشأة الكيان الصهيوني يضاف إلى ذلك الكم الكبير من مشاريع القرارات في مجلس الأمن الدول التي عطلها الفيتو الأمريكي بسبب إدانتها لجرائم الاحتلال أو مطالبتها بجان تعقيق في هذه الجرائم ولم يتردد الأمين العام أنطونيو كوتيرس في قبول استغالة ريمة خلف بعد أن أبي نفسه عن التغرير وقال إنه لا يعكس آراءه فيما رحبت الخارجية الإسرائيلية باستغالة خلف من منصبها معتبرتاً استغالة خطوة في الاتجاه الصحيح ولعل تصريحات المسؤولين الأمميين تؤكد دائماً على أهمية المحافظة على حقوق الإنسان والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإحالة من يخالف هذه الأمور إلى المحاكم الدولية أو فضع عقوبات عليه من قبل مجلس الأمن الدولي إلا أن المراقبة لمواقف الأمم المتحدة حيال الكيان الصهيوني يرى أن جرائمة الأبيب ربما تكون غير مشمولة بهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر